وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري المالية وقطاع الأعمال العام وجه الرئيس السيسي بخفض عجز الموازنة والدين العام وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم فضلا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنك الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019-2020